طيب فكان الإمام ابن عطاء الله كما يقولون يقول من علامات موت القلب الحزن عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم على ما ارتكب من الزلات بيقولك من علامات موت القلب والعياذ بالله ربنا يعفينا أن الإنسان لا يحزن على فوات الطاعات ولا يحزن على ارتكاب الزلات إذا كان الطاعات تفوت منه وما بيصليش وما عنده مشكلة ولا قلبه بيتألم ولا أي شيء ولا حزين على تركه للصلاة مثلا أو بيروح يزني ويشرب خمره وده مش واجع قلبه ولا هو حزين على هذا هذه علامة موت القلب والعياذ بالله فيبحث عن قلبه بقى ويعلجه ويرجع لربنا سبحانه وتعالى ليمن عليه بقلب فالحزن المحمود أن الإنسان يحزن على فوات الطاع يحزن على ارتكاب المعصية يحزن على ما يصيب المسلمين من أذى ومن قتل ومن سفك دماء ومن احتلال أرضهم فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم كما ذكر بعض العلماء في الحكمة من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم هذا حزن محمود لكن هذا أيضا يترجم إلى دعاء ويترجم إلى معونة للمستضعفين ونصر لهم قدر المستطاع ليكون حزنا صادقا هذا من الحزن المحمود هل هناك فرح محمود؟ قالوا نعم أيضا الإنسان يفرح إذا وفق الله عز وجل إلى الطاعة لكن لا يفرح لأنه هو الذي فعل الطاعة لكن يفرح لأن الله عز وجل ساق هذه الطاعة إليه فمن الحكمة كذلك قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى لا تفرح كالطاعة لأنها برزت منك ولكن افرح بها لأنها برزت من الله إليك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الفرح اللي خل الإنسان يشكر رب العالمين سبحانه وتعالى مش يغطر بنفسه الفرح اللي يجعل الإنسان يستخدم النعمة فيما يرضي المنعم إنما الفرح بمعنى البطر والكبر على الناس هكذا ده فرح مذموم أهل العلم قالوا لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين فواحد يقول لك الله يعني ربنا ما حبناش نفرح لا إن الله لا يحب المتكبرين لا تفرح فرح بطر وكبر على الناس فالله لا يحب المتكبرين ولا يحب المفسدين في الأرض وإنما افرح بطاعة الله وبرحمة الله عز وجل واستخدم النعمة فيما يرضي المنعم سيدنا أبي بن كعب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة قال وسماني لك قال نعم قال يعني بك سيدنا أبي فقال له يعني فرحت قال وما يمنعني والله تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أيها الإخوة بقي أن نقول إذا كنا نحب الفرح لأنفسنا ونكره الحزن فينبغي أن نحب الفرح للناس وندخل السرور على الناس ولا ندخل الحزن عليهم يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة إذا لم تنفعه فلا تضره وإذا لم تفرحه فلا تغمه وإذا لم تمدحه فلا تذمه أيها الإخوة كانت هذه بعض حكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى عن مسألة الفرح ومسألة الحزن نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بالفرح وأن يعيذنا من الهم والحزن ومن العجز والكسل إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر